حياكم الله من جديد فقرتنا الآن للأمهات بالذات الأمهات الجدد حيث تختلف الآراء حول موعد إعطاء الطفل وجبته الأولى من الطعام بعد أشهر الرضاعة وتتنوع المعلومات كما يجب عن ما يجب تقديمه له وعما هو آمن أو غير آمن وتشكل هذه الخطوة قلقاً كبيراً عند بعض الأمهات الجدد إن كان الطفل ينال كفايته من الطعام والفيتامينات والمعادن فما هي مراحل التغذية المناسبة للعام الأول وماذا يمكن أن نقدم لأطفالنا؟ للمزيد تنظم لنا في الستوديو ريهام شمس الدين اختصاصية التغذية صباح الخير ريهام صباحك يعني الأم بالذات إذا كانت طفلها الأول بتتسمع تنبؤات وآراء من أي حد يجي ومن الأصحاب فكل الزيارة لازم أحد يعطيها معلومة فتوصل لمرحلة ما تعرف المعلومة الأكيدة الموثوقة مثلاً وقت الطفل متى يبدأ المفروض يأكل صح خلال سنة الأولى متى يكون الطفل جاهز؟ هلأ لكي فيه بروتوكول يعني ملظمة الصحة العالمية بتقلنا أنه لازم الأم تردع الطفل لمدة ستة شهر من دون اطعامه أي شيء آخر بينما الأكاديمية طب الأطفال الأمريكية بتقول فينا نبلش على الأربعة الشهر فهو حسب جهوزية الطفل لأنه فيه أطفال ما بتكون بتقعد بعدها جالسة ما فيه يقعد كتير جالس ما منقدر كتير أنت عميه على الأربعة الشهر وتضح كمان أنه كل الدراسات عم تضح كمان أكتر وأكتر أنه كلما بلشنا تعام الطفل على عمر أصغر كلما صارت حساسية التعام عنده أقل أنا برأيي أربعة الشهر كتير مني حسب إذا الطفل جاهز يعني جاهز من أي نحن هو يكون بيقعد جالس منحس نحن إذا عم يطلع نحن عم نأكل هو عم يطلع فينا عم يعمل حركة بانتباه بيطلع فينا بعيوننا أنه هو بده يأكل بيعمل حركة بيتمه بيتفوش لسانه فمنبلش نجرب أكيد منبلش أول شي فوكة أو خضرة مثل ما بدنا أمرار من زمين كانوا يعطوا الأطفال وبعد فيها هلأ يعني أطبة وأمها بعضهم بتعطي السيريال اللي مدعم أو الحبوب اللي مدعمة اللي فيها بس كثير تحتوي على كمية عالية من السكر أنا ضدها وكمين ما بحب كمين حتى السكر البودرة ساري الرز البودرة اللي بيجي للأطفال لأنه الجسم بعده جهز الهضم للطفل تحت عمر السنة خاصة من الأربعة الشهر وستة شهر وبعدهم منه جاهز أنه يهضم هيدا لهيدا الأطعمة بقى منبلش بفوكة أو خضرة مثل ما بدنا كيف تعملها الأم الفوكة أو الخضرة يعني مرات زي مثلا الفراولة فيها شوية بذور كيف تكون ما تطمن الأم على الأربع أو ستة شهر بس بندنا نفوت الأكل لازم أكيد الأكل يكون الخضرة والفوكة تكون كتير مغسلة منيح ونقدر نطبخها يا نسلقها يا نطبخها على البخر أكيد نطبخها على البخر أفضل بكتير لأنه بتحافظ على كمية المعادن والفيتامينات وعلى إيميتها الغزائية وإذا نسلقها بماء على مدة طويلة ممكن تفقد كل هذه المعادن هلأ نحن هذا الوصف هلأ رح نفرجيه هلأ لعمر تقريباً لعشر تشهر هلأ ما يكونوا أصغر من هيك كله مسلوق أو مطبوخ على البخار أبريهما أنت قلت ممكن نبدأ خضار أو فكهة هل يستحسن نحن نبدأ مع الخضار عشان ما يحبوش الطعم الحلو فيرفضوا الخضار لأنه دائماً بينصح لنا به هاي دي لأ فكرة غلط عندنا إياها لأنه حليب الأم هو كتير حلو طعمته كتير حلوة فالولد قرردي بيعرف طعمة السكر وطعمة الحلو بقى بالعكس نفوتهم بس أكيد لازم ندخلهم ثلاثة أيام كل نوع طعام بدنا نفوته ثلاثة أيام متتاليين كل من نتأكد أنه هذا الطفل ما عنده حساسية خاصة إذا في عنا هستوري أو في عنا تاريخ حساسية بالعائلة يعني إذا نحنا هلأ هيدا الستروبوري أو الفراولة هي بتسبب حساسية عالية عند كتير من الناس ممكن تبدأي وإنت بتكلمين عشان نلحق نخلص لنا اوكي انا أصلاً أول شي فرجيتكن آخر النتيجة الإخرانية فهو هيدا بورج أو عصيدة الفوايكي مع الكينوة مع حليب جوز الهند وبذور الشيا فهيدولي كلهم كتير مفيدين يعني مع بعضهم كيف ممكن نعملها أعطينا الوصف كتير ما بنعرف كينوة طيب هل ممكن الطفل يأكل كينوة في هذا السن أكيد أكيد تحت السنة نحنا كتير من خاف أمرار لأنه من خاف أنه الولد ما بيعرف يمضغ الولد مش ضرور يكون عنده سنين طيب يمضغ لأنه يمضغ على النير تبعيته على اللسة فمشان هيك ما نخاف وكتير أمرار في أمات بتخاف لأنه الطفل بيصير يعمل حركات ويتشردق هو بس عم هيدا ريفلكس أو هيدا طبيعي عنده لأنه هو عم بيجرب يدفع الأكل للأمام فما في أبدا خوف ما نخاف أبدا هيدا الكينوة حطيت أنا ملعقتين هيدا وجبة بتكفي للطفل وهلأ رح أقلكم قدي لازم يأكل للطفل الشيا غير ما نحطها الشيا هلأ رح أقلك شو لازم نعمل بالشيا الشيا لازم أو نسلقها إذا بدنا أو فينا نحطها بالبراد على شي مدة ساعة مع الحليفة هيك بتمتص كل تنفش بتنفش وبتبطل أنه تشردق يعني بيبطل للطفل أو الكبير يتشردق فيها أنا حطيت ملعقتين كبار كينوة أرديما سلقنية وحطيت ملعقة كبيرة بزور الشيا هي كتير غنية بالأوميغا جميل كتير كتير صحية وفي بقلبها أليف بس ما منكتر لأنه الأليف لهذا العمر منه كتير أساسي بكمية عالية حطيت حليب جوز الهند لماذا حطيت حليب عادي؟ فينا نحط حليب عادي إذا بدنا بس نحنا وحليب جوز الهند أكيد يكون من نوعية جيدة ما يكون في بقلبه سكر زيادة لأنه أمرار بنقرأ نحنا من وراء مكتوب عليه سكر أو إضافات ما بدنا نحنا يكون في إضافات بدنا يكون طبيعي فينا نحط حليب عادي بس في كتير أطفال ما عندهم تحمل عندهم عدم تحمل لل كده حطتي إرفة إرفة حطيت ربع ملع صغيرة أو رشة العشرة الشهر فينا ندخل الشياسيدز لأنه ما كتير بيقدر الطفل يتحمل تحت العشرة الشهر جهز والهضم يمنوا بعد جهز فمنقطعوا شوفي أنا ما عم قطعهم كتير صغير وأكيد أهم شي للإما هيت بدي بليز أطلب منكن أنه ما بقى نهرس كتير للأطفال من بعد عمر التسعة تسعة الشهر لأنه إذا كتير منهرس الولد بيبطل يتعلم يمضغ مظبوط وإذا صار عنده صعوبة بالمضغ يعني بيبطل يقدر يأكل بعدين في عنا أطفال بدلهم حتى عمر ثلاثة سنين عم يأكلوا بيري أو مهروس أوكي نحنا منبلش إذا بدنا نبلش على ستة شهر فينا حتى نقف كل مرحلة الهرس فينا نعطي للطفل أكل فينجر فود من ساميب بيمسكهم بإيدو وبيكلهم بإيدو بعد ستة شهور طيب المفروض أنه كم وجبة في اليوم الأم تقدر تأكل ولدها يعني طول اليوم مثلا حليب ومرة على عمر التسعة تشهر فيه يشرب بس مرتين أو ثلاث مرات حليب إذا عم يشرب فورميلا إذا عم يرضع على قد ما بده لازم يرضع لأنه الأم اللي بتردع ما فيها تعرف إذا الطفل شبع أو لا والأكل الأكل ثلاث وجبة أساسيات مع اثنين سناك مثلنا نحنا الكبار إنت بتدخل اللحوم والدجاج بس يبلش الولد يأكل فينا ندخل اللحوم والدجاج يعني مثل ما قالنا أول شي مرحلة الخضرة والفويكة بعدين لحمت جيش سمك حتى السمك من أزمين كانوا يقولون أنه بس من عمر السنة وطلوع هلأ لا اتضح أنه بدنا نحط السمك والسالمون والأسماك اللي فيها كتير دهون جيدة على عمر صغير كرمال الولد ما يصير عنده حسيات وكرمال يقبله على عمر أكبر لأنه نحنا بنعرف كل ما كبر الطفل كل ما صار بينق شوي وفيه أشياء بيبطل يقبله أكيد كل شي بدنا نعطيه للطفل ما بده يكون مدور تم يشارده شو بدنا نقصه بطريقة تكون صغيرة بس مش مدورة هي أشخاص أو أطفال بيكون في العمر السنة ممكن يكون عندهم حساسية من الفراولة من بعض الفواكه زي أقدر أعرف هل أمنعها تماما لغاية ما يكمل السنة ولا أجرب إذا حساسية اللي أول ما أجرب إنه كانت حساسية بس طفح جلدي خفيف أو شي طبيعي ممكن نرجع نجرب لأنه كل ما يندج الجهاز الهضمي عند الطفل كل ما بيقدر يرجع يتقبل مأكلات أكتر بقى مش هيك فيها نرجع نجرب بس إذا حساسية كتير آسية والطفل اختنق بدنا نرجع نستشير الطبيب لأنه في هيدا ممكن تشكل خطر على حياته بقى مش هيك بدنا ننتبه هلأ أنا حطيت بلو باري وحطيت فراولة ومانجو ورح حت كمان بقى البموز أوكي طيب يعني صير إحنا عشان أربع شهور فواكه وغبار ستة شهور ممكن دخل اللحوم أو رز تسعة شهور اللحوم أو دجاج ولا قيل لا اللحمة والجاش فيك تبلش أول ما بيأكل وحتى كل شي يعني حتى من أربع شهور أربع تشهور بيبلش يأكل فواكه وخضراء بعد ما ندخل كل الفواكه والخضراء يعني على تقريبا عمر حالة أسبوعين أو ثلاثة خمس تشهور فينا ندخل اللحمة أكيدة بتكون اللحمة حتى فينا نفوت لحمة غنم فينا نفوت لحمة بقر فينا نحط لحم ما يعزي لبدنا يا أوكي نحن هلأ حطينا كل الفواكه هاي اللي بنحطها بالبراد مش ضروري أوفرنايت يعني مش ضروري كل الليل بنحطها لمدة ساعة بس حتى ينفش الشياسيديا اللي عنا ياهون ويصير أبل للأكل وهيدي هي يشوف بس نفاش لكي كيف صار وصارت كتير هيني للأكل طب أنا عادي ممكن أفطر هذا على فكرة يعني ما عندي أي مجموعة بمناسبة أننا ما فطرنا اليوم لسه هيك أغم شي إنو نحنا نعمل وجبات تكون بتناسب كل العيلة لأنه مش معقول نطبخ شي لأطفال شي لأكبار أهم شي ويكون الأكل طيب لأن الطفل ما بيحب الأشياء اللي ما فيها طعمة صح مثلنا نحنا نفس الشي ريهان بسي عندي الوجبة دية لطفل لا هادي كبيرة أنا عملت تقريبا لما عملتها لهاي كميل تطلع شكل أحلى حطيت البورشن أدبل بس نحنا وجبة الطفل هي ها القدة أوكي كل شهر فينا أول ما نبلش نطعمي من طعمية ملاعة كبيرة وكل شهر منقدر نزيد الكمية ملاعة هلأ هو بهذا العمر فيه كل ثلاث ملاعة أكبار يعني هادي هي الوجبة تبعيته أكيد تحت عمر السنة مش عشار معالق زي ما الأم هاب بتعمل يعبوا الصحن وليتخلص الصحن واللي يجري وراكي ونت عمي أكيد ولا على التفي ولا بتعرفي نحنا أصغار كان معوضين حركات وأصوات الولد يأكل الولد بيأكل وخاصة إذا منعطيه بإيده يجرب حتى هاي الملعة منقدر نعطيها بقدر يحطى بيتمه هو ينتعمحها طيب السؤال بس أخير الملح والبهارات في أكل الطفل هل يجب أن الأم مثلا فينا نحط أد ما بدنا بهارات من عمر الستة الشهر بعد السور فينا ندخل بهارات فيها نحط زنجبيل فيها نحط كركم هولي كتير مبادات لك في الأسود في الأسود بس ملح أكيد ممنوع أبدا وممنوع كمين سكر أبدا تحت عمر السنة شكرا ريهام شكرا ريهام شمس دين اختصاصية التغذية كانت معنا حول طريقة الأكلات للطفل في العام الأول شكرا جزيلا لك شكرا